سهل الخير عاملين ايه يا رب اكونوا بخير توقع برج الكوس لشهر يونيو 2023 هبدأ بالجانب المهني ضغوط داخل العمل من بداية الشهر لموليد برج الكوس يستمر اول عشر ايام يعني الضغوط دي هتستمر اول عشر ايام طبعا كلام ليك وليكي وده اللي قريطه بالزبط ومكتوب كده نصيحة وعليهم الترفيه من نفسهم يعني من بعد الضغوط دي كفقوا نفسك ورفعوا من نفسك يعني وانا على فكرة مع الكلام ده جدا يعني ان انت وانت لما شغلك تبقى مضغوط المشكلة انك تعزم نفسك على حاجة تجيب حاجة انت بتحبها تكلها وتشربها حلويات الحاجة اللي انت نفسك بتروح ليها تدخل سينما كافئ نفسك لو اللي حواليك ما بيكافأكش وما بيقدركش ولا بيقدروكي قدروا انت ونفسكو على الاقل عشان تفكوا يعني فهميني من يوم خمستاشر هتكون العلاقة مع الرؤساء علاقة قوية جدا وده بسبب النتائج الايجابية اللي هيحققوها ومن يوم خمستاشر العلاقة مع الرؤساء او الاداريين هتكون علاقة قوية جدا وده بسبب الانضباط ومحتمل خلافات بسيطة مع بعض الزملاء من بعد يوم عشرين ولكن هتعود تاني الاستقرار من يوم خمسة وعشرين لنهاية الشهر اه حاول دايما تتجنبوا الخلافات على قد ما تقدروا وعلى قد ما تقدروا تتجهلوا ياريت نعرف كل حاجة ليها حجم يعني ما نديش حاجة اكبر من حجمها ولا تدي زميل ليك او زميل ليكي او زميل ليكي حجمه اكبر من حجمه لان انت لما تدخل مع حد في خلاف قوي انت بتديله كده اهمية للموضوع اللي هو بيقوله لو الموضوع حطوه كده يعني بميزان حساس الموضوع مش مستحق خلاص الموضوع مش مستحق يعني مش بوين لكن انا فيه ناس بتعايزة تصير الجدل او تقول اي حاجة في الشغل عشان اللي هو انا موجود فخلي بالكو انت بقى انت كده لما هترد وتجادل وتدخل في مشكلة انت بتخليه كده بتزويت له ان هو موجود ولازم تفكر وتفكر الكلام اللي هم بيقولوه او المشكلة اللي هتحصل دي تخصك ولا ما تخصكش هتأثر عليك ولا مش هتأثر عليك يعني فيه ناس ممكن تدخل في المشكلة من باب الاستفزاز وهو كده وقعك وحقق الغرض بتاعه فيعني فيه حاجات كده لو خدنا بالها بالنا منها ممكن يعني نستقر فترة كويسة ولنهاية الشعر مفروضة هتكون الاجواء مستقرة يعني زي ما مكتوب يا رب اتمنى لكو ده وربنا يا رب يديكو الحكمة ويوفقكو كمان يقويكو ندخل عالجانب العطفي هبدأ بالعزاب فرص ارتباط اول اسبوع هتكون قليلة جدا ولكن هتزيد فرص الارتباط من بعد يوم عشرة والحقيقة مش الارتباط بس هو اللي هيزيد من بعد يوم عشرة والاجتماعات كمان فيه بقى نصيحة مهمة مكتوبة لا تفكر في التجارب القديمة للتأثر سلبيا يعني انا عايز اقول لما تفكرش ما تخليش تجربة قديمة او يعني عدت عليك وعليكي تأثر عليك في رجاي الحياة مبتقفش على تجربة الحياة مبتقفش على حاجة احنا فقدنا ناس ومرنا بظروف صعبة ونكملين صح في من اللي بيشوفوني مروا بحاجات ونكملين حياة واقفت ما واقفتش التجربة القديمة دي نتعلم منها لكن مش نبص عليها يعني ما انا ضد انا شخصيا ضد اني ابص وراء ما بصش وراء انا بص دايما اللي قدام اللي عد عد خلاص اتعلم منه بس ادونه اخليه هنا عشان ابقى اتعلمت منه ما عاش فيه تاني ولكن ما بصش عليه تاني نهائي ده رائي الشخصي ونكمل بقى ومن بعد يوم عشرين هيكون فيه ارتباط تقليدي بنسبة كبيرة اللي وارتباط الصالونات هيكون بنسبة كبيرة جدا لنهاية الشهر ومكتوب كده كمان نهاية الشهر احتمالي يكون فيه خطوبة رسمية لعزاب كسير من موليب بورج الكوس ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة اهم حاجة ان احنا نختار الناس اللي فعلا سواء اجتماعيات او ارتباط الناس اللي تقدرنا الناس اللي تصننا الناس اللي تحترمنا اللي تكون محترمة يعني دي من الحاجات المهمة ولاد الناس اللي مترابين صح مش ولاد الناس اللي معهم فلوس لا يعني تفرق يعني فيه ناس بتبتكر ولاد الناس دولي هو معهم فلوس وفيلا لا طبعا موضوعنا ليش ضعب كده فيه كده وفيه كده الولاد الناس اللي مت ربيين صح المت ربيين على اصول اللي يعرفوا يعني احترام الاجتماعيات اللي مش تتصل بيك علشان عايزة منك طلب دي الاجتماعيات الحلوة اللي اتصل يسأل عليك مش اللي اتصل يسأل عليك ولا تسأل عليكي وبعد ما تسأل عليكي طب انا عايزة اقولك كذا او عايزة اسألك على كذا هو انا تلاقي الاتصال اصلا داخل في حتة تانية اللي هي مصلحة مش متصل تسأل عليك انت متصل تسأل عليك كده مجاملة في الاول لكن الطلب الاساسي اللي انت متصل عنه هو مصلحتك ومصلحتك الاجتماعيات اللي زي دي بقى هي الواحد فعلا ما بيحسش ان هو كسب اجتماعيات للأسف ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة سواء اجتماعيات او ارتباط ندخل على المتزوجين والمرتبطين تحسن في العلاقة ومصالحات من بداية الشهر وفي نصيحة مهمة وهي يجب ان تعرف اهمية شريكة حياتك واهمية شريك حياتك خلال الفترة دي يعني يا ريت دايما ان نكون عارفين اهمية الاشخاص في حياتنا سواء حتى برضو الصداقة بس خلينا بما نتكلم عن المتزوجين والمرتبطين اعرفوا علشان للأسف احنا كبشر كتير مننا ما بيعرفش انت الحاجة الا بعد ما تروح فيه اشخاص بتبقى كويسة بنفتقدها وبتروح ما بنعرفش نعوضها تاني ومش هنعرف نعوضها تاني الاشخاص الكويسة مش موجودين كتير قوي يعني فياريت تعرفوا اهمية بعض يعني اهميتكم في حياة بعض لان ده مهم جدا فيه ناس ممكن من غيرها انت تفتكي ان وجودها وجود تقليدي عادي جدا لكن هي مجرد ما تبعد عن البيت تلاقي نفسك في حاجات كتير ببرجلة معك وكذلك انت هو مجرد ما يبعد تلاقي فيه حاجات كتير نقصت من حواليك فيه يعني فهو ده ان احنا نعرف اهمية بعض ودي حاجة كويسة ومحترمة اوي المهم ان هيكون فيه استقرار اول عشر ايام يعني فيه صلح وتحسن في العلاقة وهتستقر اول عشر ايام ولكن من بعد منتصف الشهر حزاري من ظهور اشخاص تكون سبب فيه خيانة من اصعب الحاجات اللي ممكن راح يمر بيها هو انه يتخان يعني دي من الحاجات اللي انت اكيد انك تعانت حد في ظهره انت يعني فالشخص الصح والشخصية الصح اه بيقفل الباب ده من اوله يعني ما بيديش فرصة للباب ده انه يبقى موارب ده صح المواضيع دي لو سبناها بتخرب بيوت وبتدمر الدنيا وبتخسرنا ناس والشخص برضو اللي متربي صح بتهيألي يعني مش هيدخل في الحتة دي هيعرف يقفلها كويس ويعرف يقفل الباب ده نهائي مش يسيبه موارب لان فيه ناس بتسيب الباب ده موارب على اساس ان يعني ايه يمكن ان الباب ده نفتحه لأ طبعا ده مش صح انت مجرد ما سيبته موارب يبقى النية مش تمام وانت لو سبت الباب موارب يبقى النية مش تمام وتأكد ان لو شخص خان يعني انت لو شفت حد خين انت نظرتك للخين هتبقى عاملة ازاي يعني او الخينة كذلك هي هتبقى نظرتها للخين عامل ازاي الخيانة يعني ما بتنطبقش على الراجل اه وست لا لا طبعا ربنا لما هيحاسب هيحاسب الاتنين زي بعض مش هيقول ده راجل مش مشكلة لما خان ودي ست لا لما لان ده العدل فالخيانة خيانة وزي ما انت بتنجرح هي بتنجرح فياريت نخلي بالنا لان الموضوع ده فعلا كمان زاد قوي والموضوع ده كان سبب في خراب بيوت كتير ودمر ناس كتير وعايز اقول حاجة اللي بيخون هو اللي دايما بيخسر اللي بيخون هو اللي دايما بيخسر ربنا يبعد عنوك يا رب الخيانة وزهور اي اشخاص من الاشخاص اللي هي بتبقى سامة دي اللي بيكون سبب في خيانة سواء واحدة وراجل يعني ربنا يبعد عنوك الناس دي دايما مكتوب بمناسبة الخيانة يعني حتى لا تفقد شريك حياتك نهائيا وبنسبة الخيانة يعني عشان نخلص الجزء ده مكتوب كده حتى لا تفقد شريك حياتك للابد خلي بقى لك يعني ان ظهور الناس دي لو تسبب في خيانة ممكن تفقد ومش ممكن ده غالبا بنسبة كبيرة الشخص حتى لو سامح بيبقى الجرح برضو موجود فيه جروح ما بتتدواش بسهولة خالص وبتاخد ممكن سنين عشان تتداوى نكمل بقى الجانب الايجابي اللي موجود اللذيذ بعيد عن الغم اللي الواحد اتكلم فيه ده لانا ما بحبش الخيانة دي قالص من الحاجات اللي بكرها جدا بعد يوم عشرين في زيارات هتبقى مفرحة جدا والزيارات دي هتستمر لنهاية الشهر ويكون فيه اجواء سعيدة يا رب ربنا هقول تاني ربنا يبعد عنوكو دايما الاشخاص السيئة او الخيانة عموما لو اللي يكونوا سبب في خيانة وكمان يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير خش بقى على الجانب العائلي ااسف اني طولت في الموضوع ده بس الموضوع ده بصراحة من الحاجات اللي بتدقيقني اوي اوي ويعني مش من الحاجات الوحشة اوي يعني اللي مش عايز اقول كلمة يعني حاجة قذرة يعني انا ااسف يعني ندخل بقى على الجانب العائلي احسن بقى نسبة تجمعات هكون ضعيفة جدا لحد يوم خمستاشر ولكن هتزيد بعدها يوم خمستاشر يعني من بعد منتصف الشهر التجمعات بنسبة كبيرة جدا لنهاية الشهر ربنا يا رب يجمع كل عائلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة مفيش خلافات المفروض في افراد العائلة مفيش ظروف مش مكتوب اي حاجة اتمنى ان يكون شهر ايجابي على عائلة يا رب ندخل بقى على الجانب المالي دي قامت دي بسبب المصاريف المبالغ فيها ولكن هتستقر الماديات وتتحسن من بعد يوم عشرة لنهاية الشهر خلي بالك المصاريف المبالغ فيها مش مطلوبة دلوقتي خالص يعني هقول برضو اللي انا بقوله دايما عشان الاول مرة يشوفني يا ريت القرش اللي بنصرفه نعرف اهمية الحاجة اللي بنصرفه فيها يعني القرش ده رايح فين واهمية الحاجة اللي رايح لها دي ايه بس دي اهم حاجة ساعتها تقدر تتنظموا نفسوكو كويس ربنا يوسع مرزقكو صحاب المشاريع ارباح موفقة جدا على مدار الشهر اتمنى لكو ده ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم ندخل بقى الجانب التعليمي اهتمام اكتر من طلاب برج الكوس خلال هذا الشهر وحزاري من امور ما تعطلكم عن دراستكم او التركيز في دراستكم ونتائج ايجابية نهاية الشهر عايز اقولك لو في حاجة هتشوشر على افكارك او تعطلك او تعطلك يا ريت تعرف ان النجاح وهدفك هو اللي انت ببص عليه النجاح اهم من اي حاجة والحاجة اللي هتعطلك دي فعلا هتعطلك وممكن تكون سبب لقد الله في نتائج مش لطيفة وهتاخد من وقتك طب ليه الحاجات دي ما ينفعش ان انت تفكر خلي الحاجة اللي هتعطلك دي بعد الامتحانات ما تخلص فكر فيها وخليها تعطلك زي ما انت عايز مفيش اهم صدقني من مستقبلك انت في وقت قوي يعني في وقت انت ملازم تستغله صح وتبتدي تشتغل فيه كويس قوي في الدراسة علشان توصل للنجاح اللي انت عايزه وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع بربل كوس لشهر يونيو الفين تاتة عشرين اعجابكم الكلام ده تنسونيش في اللايك لو مش مشترك او مشتركة ياليه تشتركوا عشان نشوفوا كل جديد من الفيديات نوع انا كمان بعمل فيديوهات عن العربيات عشان بحباهم عندي خبرة شوية فيها واحيان بعمل فيديوهات معلومات عامة سيب لكم لنك الفيديوهات في الوصف تاخدوا فكرة عن فيديوهات القناة لو انتم اول مرة تشوفوني شكرا اوليكم السلام